تواصل وزارة الزراعة والصصلاح الأراضي ضخ كميات من السلع الغذائية في معرض خير مزارعنا لأهلين في حديقة الأرمان بالجيزة يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كهل المواطنين تواصل وزارة الزراعة والصصلاح الأراضي ضخ كميات من المنتجات والسلع الأساسية في معرض خير مزارعنا لأهلين والمقام في حديقة الأرمان بالجيزة بنواصل ضبط الأسعار بنواصل أحداث توازن في الأسعار داخل السوق المصري بنواصل الوقوف في جانب أهلنا خلال شهر رمضان تخفضات الموجودة حاليا على العصر والمرباط وزيت الزيتون 50% السلع الأساسية اللي يحتاجها البيت المصري مثل الرز والسكر والمكارونة والبيد والخضار 30% عن الأسواق الأخرى تهدف هذه المنافذ إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والحد من الحلقات الوسيطة للوصول بالمنتج إلى المستهلك مباشرة وذلك دون وصطاء وبجودة عالية من إنتاج وزارة الزراعة والممتد حتى ما بعد شهر رمضان الكريم اللحوم دي لحوم بلدي من وزارة الزراعة من مزارع وزارة الزراعة دي المبادرة لعمل أسايد وزير الزراعة بالنسبة للحوم البلدية ب135 والحوم الضري ب125 عسل البرسيم عندنا ب50 جنيه عسل المولح ب60 جنيه عسل الشامر اللي هو عسل عشاب طبية ب62 جنيه والحاجات دي جودتها عالية وأسعارها طبعا ممتازة بالنسبة للجودة دي أنا مشاركة طبعا دلوقتي في خير أهلين وإن شاء الله نقدم أحلى جودة علشان خاطر الشعب المصري إن شاء الله بإذن الله يقام معرض خير مزارعنا الأهلين على مساحة تتخطى 800 متر مربع في حديقة الأرمان بمشاركة نحو 25 عارضا بالإضافة لـ 171 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية أحمد الحسيني التلفزيون المصري